جمعة الشباب الثائر للأسبوع الخامس على التوالي يتوجه ألاف شباب الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة في مسيرة العودة المشاركون في هذا التجمع نصب الخيام قرب الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل حيث أقاموا صلاة الجمعة وجاء ذلك تلبية لدعوة الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية والنقابية لمواصلة مسيرة العودة وصولا إلى الخامس عشر من الشهر القادم الذي يصادف ذكرى النكبة حيث تتزايد الدعوات لخروج إعداد أكبر باتجاه الحدود في مسيرات سلمية جماهرية كبيرة قوات الاحتلال عززت وجودها لقمع المتظاهرين وتوعدتهم بإطلاق النار وحذرتهم من الاقتراب من السياج الفاصل وككل يوم جمعة منذ بدء مسيرة العودة أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في كافة مستشفيات قطاع غزة وأقامت نقاط إسعاف ميدانية تحسبا لأي إصابات في صفوف المتظاهرين ترجمة نانسي قنقر